بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تهنية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلن هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسة والأربعين لليوم الوطني للدولة الشقيقة ومنها سمو خالص تهنيه وعطيب تمنياته لسموه بمفور الصحة والسعادة لشعب دولة الإمارات العربية الشقيق اضطراد التقدم والرفعة والرقي في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيتي تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمنها سموه أطيب تهنيه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة متمنيا لسموهما وافر الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والتطور كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر برقية تهنئة مماثلة إلى أخوانها أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود مهنئا سموه في هذه المناسبة الوطنية